اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنقا في جولة السودان اليوم التلاتة الموافقة 15 اكتوبر للعام 2024 وتتابعون في جولة اليوم الطيران الحربي التابع للجيش يشين غارات بمدينتين نيالة وجنينة طيران ليلة البارحة يضرب عديد من المناطق في نيالة تهديم التعليم هو تهديم البنية التحتية لانه اساس الحياة كلها هي التعليم وبدون التعليم لا يكون حياة الطيران ده حلق في سماء جنينة حواليه الساعة تسعة ونص ضربت المرة الأولى غزيفتين تانية حلقت رجعت ضربت غزيفة تانية واحدة ما في أضرار ونطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير جادة بحظر الطيران في السودان ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات والدعم السريع يجدد غصفه ظهر اليوم باتجاه الصلاح الطبي بالفاشر وفي جولتنا أيضا حم الضنق تتفشى وسط النازحين في ولاية كسلاء ومعاناة في الحصول على الأدوية الأوضح في كسلاء سيئة للقايا يعني مواطنين أو نازحين كسلاء سبعين في المئة مصابين بحمط الضنق يعني ما عندك مية مية وخمسين ما بتقدر تقابل طبيب في كسلاء وجولة السودان ترص التأثير غرار قوات الدعم السريع بوقف صادرات السودان نحو مصر على التجار المحليين في ولايات دارفور بخصوص الغرار الصدر من قوات الدعم السريع في ولايات دارفور بخصوص بعض السلع النقدية وخروج من الولاية هذا القرار يعني له بعض السلبيات والأضرار التي تترتب على هذا الغرار يعني بالضرر منها بعض الأخوة المزارع أولا ثم التاجر ثانيا ثم المواطن في الولاية دل عموم المواطن الأيين كانوا على المستهلك ثالثا وتتابعون أيضا البرهان يبحث مع وزير خارجية جوبتي عودة السودان إلى منظمة الإيقات الزيارة الهدف منها هو أنه إعادة السودان إلى الإيقات عشان الإيقات يكون عندها دور ونختم جولة السودان اليوم من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية بورام بولاية جنوب دارفور حول المعوقات التي تواجه تطعيم القطيع أنا ناشد جميع المنظمات العاملة في مجال صحة الإيقات في أنه يقوموا بعمليات أن يدعمون في إيقات تطعيم الحيوانات وتجديد المحدات والآليات الخاصة بعمليات التطعيم كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بالغارات التي نفز الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مدينتي نيالة والجنينة بولايتي غرب وجنوب دارفور ونبدأ من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور والتي شن فيها الطيران غارات جوية على مطار نيالة الدولي وحي المطار شرق نيالة وأدى هذا الغصف إلى تدمير مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية بحي المطار بمدينة نيالة جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المواطنين بالإضافة إلى مديرة مدرسة آمنة بنت وهب لمعرفة المزيد عن الخصائر التي لحقت بالمواطنين طيران ليلة البارحة يضرب عديد من المناطق في نيالة والآن نحن في مدرسة آمنة بنت وهب في حي المطار تدمير كامل لهذه المدرسة كل الأساسات كل الفصول كل المعدات نسأل الله السلام ليس لهم زنب سوى أنهم ضمن مناطق جنوب دارفور دارفور معانا الأستاذة قديرة المدرسة فضل دي مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية أو الآن الابتدائية وكانت الأساسية واضررت من الضرب المرة الأولى في جزء الشمالي وإما المرة دي كان الضرب داخل المدرسة وانتهت المدرسة تماما نعم في وفايات في كده لا ما فيه لا ما فيه لأن السكان كانوا موجودين داخل المدرسة من الضرب الأولى طلعوا موسيقى وننتقل إلى مدينة الجنينة حاضرة لايض غربي دارفور والتي يسيطر عليها الدعم السريع حيث شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية استهدفت مطار الجنينة وتسببت هذه الغارة في هلع وسط المواطنين مما أدى إلى خروجهم من منازلهم والبقاء في الشوارع الرئيسية حتى الساعات الأولى من ساعة المدرسة جولة السودان التغط الصحفي على الدين بابكر لمعرفة المزيد عن الأوضاع في الجنينة الطيران ده حلق في سماعة الجنينة حوالي الساعة تسعة ونصف كانت بعيدة شديدة في السابق كانت بتجي في مستوى بتاع الاتفاع أقلة المرة دي كانت بعيدة وطبعا خلاص أخذنا معرفة أصوات الطائرات دي صوتها ناعم حبة يعني مختلفة عن الطائرات اللي كانت بتجينا في الصابح كان بتجينا يعني طائرات كانت صوتها خشن شديد ومرعبة أكتر منك أنها طيارة مدنية واضح أنها طيران متقدمة ضربت الشرق الجنينة تحديدا المنطقة الواقعة شمال شرق مطار الشهيد سبيرا يعني مطار الشهيد سبيرا جبرافيا هو شمال شرق الجنينة وضربت شرق المطار واضح أن المستعدف المطار ضربت المرة الأولى قزيفتين والتانية حلقت مرة تانية بعد خمسة أو ستة دقائق بالكتير رجعت ضربت غزيفة تانية واحدة ما في أضراف ما في أضراف ما كان ضربت فيه بعيد في منطقة خالية من الناس لأن المطار مزبيا هو برضو بعيد من المدينة بالتأكيد الطيران أحد الصعب ما عادي الناس كانت يعني قافة شديد من صوت الطيران ونبقى في مدينة الجنينة وجولة السودان التقت منسق الإعلام بالسلطة المدنية بولاية غرب دارفور محمد عثمان جابورة لمعرفة المزيد عن الغارة التي نفز الطيران الحربي التابع للجيش على مدينة الجنينة بالله الرحمن الرحيم نشكر كل المستمعين لراديو دابنقا ونشكر راديو دابنقا عن الاستضافة الحقيقة بتاريخ 14 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء شن طيران الجيش وفلول النظام البيت قارات جوية على عدد من ولايات دارفور من ضمنها ولاية غرب دارفور الجنينة لم يتم حصر الأضرار التي سببتها القارات الجوية لطيران الجيش نحن نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الهجمات الجوية التي ينفزها طيران الجيش والتي أدت إلى سقوط العشرات وآلاف من المدنيين منذ اندلاع الغتال في البلاد منذ 15 أبريل 2023 ونطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير جادة بحظرة طيران في السودان ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات أيضا من مبادل غانون الدولي تشدد على وجوب حماية المدنيين وعظم تعرضهم لأي أعمال وحشية أثناء الحرب وتهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية وتغليل المعاناة في زمن الحروب وتعزز غيامة الإنسانية حتى في أكثر الظروف قصوة نشكر كل المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله ومن حاضر الغرب دارفور الجنينة ننتقل إلى حاضر الشمال دارفور الفاشر حيث جددت قوات الدعم السريع غصفها ظهر اليوم باتجاه مستشفى الصلاح الطبي والمستشفى السعودي جولة سودان التقت أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع هناك يوم أمس واليوم الليلة دا هم مما أزبحنا مستخرين لكن أمس مواع النفاشة يا أخو الله التدوين دا ما بقيف وليومين دا بيقى ما عندو ما عندو اتجاه مؤين يعني يعني بدو جميع الاتجاهات هوا والمبارة المستشفى السعودي ونيفاشة وابشوب يعني ما عندو شفت في اليوم زمان عاية بدوين اتجاه معين لكن هس تدوين جميع الولاية بدوين بس واحد من خارج شرك خارج جنوب الشمال الله هيرنا ذا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية كسلة والتي تتفشى فيها حم الضنك وسط النازحين جولة السودان التقت إحدى النازحات في ولاية كسلة والتي حكت معاناتها مع حم الضنك والحصول على الأدوية الأوضح في كسلة سيئة للقاية يعني مواطنين أو نازحين كسلة 70% مصابين بحمة الضنك 30% سكان كسلة فالبقونوا اتصابوا السنين الفاتحة يعني حم الضنك دي ما بيتيجي إلا لزور الجيد أخ الدخيل في كسلة هنا لما ننتقل تجي تمشي المستشفى أو التأمين التأمين بيكون مليان مليان يعني مرضة لما ننتقل تطلع تمشي المستشفى أو تقابل الطبيب تقابل بقى عشرة بعدك بتعمل الفحوصات بتاخد الدواء يعني غرارة خمسين ستين مثلا لو يت رجلت في المستشفى خاص اليوم بـ 72 ألف لما تقول راقت في المستشفى التعليمي هو مجان لكن يعني ما في اهتمام ما في يعني ما في كوادر بس اه ايجوا الممرضين يدوك دريب يدوك حقنا كله تمانية ساعات ويمشي يخلوك متاحيت بعدهم مع العالم عملوه كله تمانية ساعة ييجوك يعني قبل إيزبور كانت الوفيات يعني كانت أربعين في المية من الأطفال اللي نصابين بحمض الضنق ثلاثين في المية بكون الناس الكبار بس الحمد لله ما ساهل إنك تتمشي الدكتور وتقول تخش طوالي حتدفع يعني ما عندك مية مية وخمسين ما بتقدر تقابل طبيب في كسلة هنا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة مرصد ردود الفعل حول قرار قوات الدعم السريع بوقف صادرات السودان نحو مصر جولة السودان التقت محمد توم رئيس الغرف التجارية السابق بمدينة نيالة لمعرفة تأثير هذا القرار على التجار في ولايات دارفور طيب بخصوص القرار الصدر من قوات الدعم السريع في ولايات دارفور بخصوص بعض السلع النقدية وخروج من الولاية هذا القرار يعني له بعض السلبيات والأضرار التي تترتب على هذا الغرار يعني بالضرر منها بعض الأخوة المزارع أولا ثم التاجر ثم المواطن في الولاية دل عموم المواطن الأيين كانوا على المستهلك ثالثا كيف المزارة دي؟ الحراك بتاع المحاصيل بعمل الدورة اقتصادية في ظل الأزمة حق الحريب وصعوبة الطرق وصعوبة الوصول لمناطق التسويق قبل هذا الغرار كانت ذاته في مشكلة وفي يعني عوائق بدعوها المزارة دي وترفع التكاليف على المواطن في ولايات دارفور هذا الغرار له سلبيات من ضمنها أول حاجة يعني في ظل هذه الظروف يساعد على تهريب هذه السلع إلى الدول الجوار مثلا أفريغيا الوسطى والتشاد وغد حصل يعني عندما كان الطريق يعني مفتوح بقبل ما تخش قوات مشتركة بين أفريغيا ولا بين بعد تشاد هذه المحاصيل تدخل تشاد ومن تشاد تتخرب بالحدود الحدود تقريبا الشمالية مع الحدود الليبية وتتخرب لبعض دور الجوار من ليبيا ومن المصير والسودان وكذا فدي يعني دورة كبيرة جدا جدا مهما كانت التكلفة نسبة لأزمة هذه المحاصيل الاقتصادية والجودة والسوق دائرة يتخرب لكن هذا الغرار لم يحارف الصواب أن نقول لأنه المواطن البنتج في ولايات دارفور في أحواج ما يكون لاستبدال هذه السلعة النغبية بمواطن غزائية رغم كلفة الترحيل العالية فلما يمنح تماما فهذا هو يعني باحتباره زي الحكم حق الإعدام البطيء على كل المواطنين من صغار المنتجين من المواطن من العمالة حتكون في الولاية في يعني ارتفاع عالي جدا جدا في المواد في أزعار المواد التومينية فالسلعة التي منعت الاتجار فيها من السلعة الزراعية والمواشي إذا كانت عدم دخوله لليبيا ولا عدم دخوله اتجاه الولايات الشمالية فده بيأثر سلبا على إنسان هذه الولاية في ظل ظروف هذه الحرب فلذلك نحسب يعني هذا القرار الصبر من الدعم السريع قرار لم يحارف التوفيق ونتمنى رأفة بمواطن الولاية وما يعانيه أن تنظر أجهات التي تضغط هذا الغرار وتسمح بانسياب حركات هذه السلعة الحرب والعقاب ما في أنك تمنع الحرب والعقاب في أنك تترسل منتجك في هذه الظرف وتلقى من يستبدل معاك إذا لقيت من يستبدل معاك فهذا هو نجاح أنا بحطوره لسي بعض السياسات يعني كونه يستبدل سلع الزراعية بمواد تومينية ليحرجها المواطن في ظل إنقلاق تام للولاية وما في انفتاح فذلك أشوفه أنا برضو نجاح بالنسبة للمواطن لكن هذا القرار بهذه الكيفية سوف يودي إلى مجاعة محكمة أكرر سيودي إلى مجاعة محكمة في ولايات دارفور المجاعة محكمة يعني ما في منافذ لدخول والداخل حيكون في أضعاف التكاليف أضعاف التكاليف من الأزعار حيكون في أضعاف تكاليف كيف؟ لأنه العربية اللي بتجيبش جوال السكر بثلاثين ألف ولا بعشرين ألف حيجيبه ثاني بأربعين ألف لأنه رجوع ما عنده حيرجع فاضي حيرجع لمناطق التسوق فاضي فالذيك بضيف هذه التكلفة لأنه كلفة الوعود عالية جدا وكلفة المشوار والأطواف والقروشة تندلح بالطريقة عالية جدا فهذا القرار نأمل رأفة بمواطن هذه الولايات أنه يعاد النظر فيه ونزعل الله أنه ربنا سبحانه وتعالى يكشف قمة هذه الحرب وعيد الأمن والسلام والطمانينة لكافة ربوع السودان شكرا جزيلا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي وصل وزير خارجية دولة جوبوتي أمس الاثنين إسماعيل عمر قيلي الرئيس الحالي لمنظمة الإيقات في زيارة إلى مدينة برسودان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزة وأوضح وزير الخارجية السوداني حسين عوط في بيان صادر عن مجلس السيادة أن اللقاء تناول إمكانية عودة السودان إلى منظمة الإيقات مشير إلى نقاش مطول دار بين البرهان ومبعوث الرئيس الجوبوتي حول الأخطاء والمنعريات السلبية التي اتخذتها الإيقات تجاه الأزمة في السودان جولة السودان التقت السفيرة مه خضر للتعليق على زيارة وزير الخارجية الجوبوتي إلى بورت سودان يوم أمس زيارة وزير خارجية جوبوتي لبورت سودان هي أساساً تغطط بغطاء أنه جوبوتي والعلاقات الثنائية ما بينه وبين السودان لكن البراقب الوضع أنه ما فيش مشكلة أو حاجة طارئة حاصلة ما بين جوبوتي والسودان تستدعي هذه الزيارة التغطية بتتم بحكاية العلاقات السنائية لأنه جوبوتي هي الحالياً بترأس المنظمة تحت الإيقات ومنظمة الإيقات السودان جمت دوره فيها وبالتالي بقى ما عندها دور في المفاوضات بتحت السلام ولا وقف إطلاق النار ولا بخصوص الحرب الدائرة الآن ما عندها دور لأنه السودان يعني أبعد من هذا الدور فبالتالي جوبوتي بتستفيد من وضعها كدولة عندنا علاقات سنائية معها وفي ذات الوقت هي رئيسة الإيقات في الفترة دي فالموضوع البيكون تم النقاش حوله والهدف الأساسي بتاع الزيارة هو مراجعة موقف الإيقات وموقف السودان من الإيقات موقف السودان من الإيقات استند على أخطاء حصلت من المنظمة بخصوص دعوة الإيقات للفريق البرهان ولقائد قوات الدعم السريع إنه التقوا واتفاوضوا أو تم التحادث بيناتهم أو التوافق بيناتهم حمية تعتذر لأسباب فنية وفي ذات الوقت مشى بزيارات لرؤساء دول اللي هي أعضاء في الإيقات وحتى إلى جنوب أفريقيا نفسها فواضح إنه زيارة حمية تيدي كانت عبارة عن إنه هو بيحاول يستقضى بدعم ليه بخصوص موقف بتاع الإيقات أو بخصوص دعوة الإيقات لحضور الاجتماع الجانب بتاع البرهان بيعتبر طبعا دي فيه نوع من الإخلال بتاع إنه حمية تيدي عنده الفرصة يستقطب رؤساء الدول دي عشان ما يقوي موقفه داخل الإيقات نفسها دي ناحية الناحية الثانية اللي هي الدعوة بتاع رؤساء الدول اللي دعوا ليها فريق البرهان باعتباره رئيس المجلس الانتقالي وكذا فبرضو دعوا حميتي لنفس الاجتماع ومعاه برضو الأمارات اللي هي ما حضرت الاجتماع لكن كانت موجودة كحضور فدي من المخالفات اللي هي دعت إنه الجانب بتاع الحكومة في بورسودان إنها تاخد موقف من الإيقات وجمد الدورة في الإيقات وكذا فبالتالي الزيارة الهدف منها هو إنه إعادة السودان إلى الإيقات عشان الإيقات يكون عندها دور الإيقات مصلحة في عودة السودان أو في مراجعة الوضع الحاصل بتاع تجميل دور الإيقات بالنسبة لقضية السودان وكذا إنه الإيقات أصبحت مهمشة فهي حاليا التواصل ما بين مجلس السلم والأمن بتاع الاتحاد الأفريقي الإيقات أصبح ما عندها دور فالإيقات برئاسة جيبوتي عايزة تستعيد الدور بتاعها كمنظمة يعني ليها دورها ودي دول بتاعة شرق أفريقيا أو الهورنوف أفريكا اللي هي دي أعضاء في الإيقات عشان الإيقات تستعيد وضعها ويكون لها دور في الأحداث الموجودة في السودان ونختم جولة السودان اليوم من محلية برام بولاية جنوب دارفور وجولة السودان التقت دكتور محمد نصر أحمد من إدارة السروة الحيوانية بمحلية برام للوقوف على المجهودات التي بزلتها الولاية لتطعيم القطيع بسم الله الرحمن الرحيم دكتور رحمة نصر أحمد لإدارة السروة الحيوانية محلية برام حقيقة في الفترة الفاتت دي بالتعاون مع الجهات المعدة قمنا بعمل ما شاء الله كبير جدا في تطعيم 70% من القطيع الموجود في محلية برام أو في المنطقة الجنوبية بشكل عام وبما أننا منطقة متاخمة للجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وغالبية الماشية التي تأتينا في الشمال في فترات محددة وبالتالي كاننا نحن همنا أنه بالضرورة الأمراض المتوفرة عندنا أو الأمراض المستوطنة نقوم بعمل تجاه أيا كانت وبالحمد للرب العالمين مع جهود الإخوة في إدارة السروة الحيوانية بالولاية وأخواننا في معمل الأبحاث قمنا بعمل متكامل في تطعيم 70% من القطيع ولكن هذا الأعمل ما كفاية المطلوب في خريف هذا العام بذلك إنه خريف ما شاء الله يعني أمطار غزيرة جدا وبالتالي حيكون في نواغل كبيرة جدا للأمراض وفي حشرات كثيرة جدا كانت في الفترات السابقة غير متوفرة الآن بنعاني من كمية من الحشرات يعني ونواغل الأمراض وبالتالي نحتاج لجهود كبيرة جدا من المنظمات ما نعانيه في السروة الحيوانية حقيقة أو الحياة قلة القوى العاملة بالإضافة للإهلاك الكامل لغالبية المواد المستخدمة في عمليات تطعيم الأبقار بالإضافة إلى ما فقدناه من معدات جراحية ومعدات يعني معينات للعمل في هذا القطاع وبالتالي شغالين بإجاهة المغل يعني بعمل زي ما قال معظم الأشياء العاملين بعدها حصلها إهلاك لأنه فترات طويلة جدا ما جانا يعني تجديد للحاجات دي وكان في العادة سنويا بتم تجديد المواد المستخدمة في عمليات التطعيم والمواد المستخدمة في الجراحة والمواد المستخدمة في العيادة بالإضافة لأنه العمليات بتاعت الإرشاد البيطري العمليات بتاعت الإنتاج الحيواني العمليات بتاعت العمليات بتاعت تحسين النسل الأشياء دي كلها الآن وقفت ما شغالها وبالتالي لنا حوجة كبيرة جدا في تجديد الكلام ده بتعاون مع منظمات العاملة في مجال صحة الحيوان ودي مناشدة أنا بقدم مناشدة للحيوانات العاملة أو المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في هذا العام بالذات يقوم بعمليات تطعيم إضافية في الفترة القادمة دي وبالذات بعد يعني فترة الجفاف دي أنا بناشد الإخوة في المنظمات في أنه إحنا في حوجة ماسة لتطعيم القطيع بتاعنا ده لأنه قطيع متاخم لدور الجوار وبالتالي بالضرورة يكون هذا القطيع سليم وبالتالي بجهاز يحتاج له مجهود كبير جدا في عمليات التطعيم لكامل القطيع نحن الآن قمنا بمجهود تقريبا ما بين خمسين في المئة لسبعين في المئة لكن ما يقول القطيع ده الطعام لأنه تكلفة بتاع التطعيم عالية ومعظم المواطنين الحرب ده أفقرهم ومعظم الملاك برضو يعانوا من أشياء آخر يعني صرف عالي جدا وبالتالي يجب أن يتم أو دعم للقطاع الرعادة حتى يتمكنوا من الإنتاج بحديث دكتور محمد نصر أحمد من إدارة السروة الحيوانية بمحلية برام حول المعويقات التي تواجه تطعيم القطيع في محلية برام بولاية جنوب دارفور نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة سودان اليوم لقاني تجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي واتحايا الفريق العامل إلى اللقاء